أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن فرض عقوبات مالية على المنتخب الوطني الجزائري بعدما ذكر تقرير حكم مباراة الجزائر أمام كوديفوار أنه في نهاية اللقاء اجتاح حوالي أربعون مشجعاً الملعب معظمهم من المدرج الشرقي الذي كان يجلس فيه أنصار الخضر وتقدر الغرامة المالية للكاف بخمسة ألاف دولار أي ما يعادل خمسة وتسعين مليون سنتيم يتعين على الاتحاد الجزائري لكرة القدم تسديدها بسبب تصرفات أنصار المنتخب الوطني